يعطيكم العافية طلابنا طالباتنا 2006 الرائعين الفخمين طلابي طالباتي زي ما بتعرفوا احنا بلشنا بالفصل الثاني على البطاقة وعطينا الدرس الاول والثاني وان شاء الله رح ينزل لكم الدرس الثالث قريبا هلا حكينا خلينا نطلع لهيك بعشر دوائر يعني تشمل الدرس الاول وجزء من الدرس الثاني عشر دوائر هيك مهمات نحلهم مع بعض وان شاء الله الكل يستفيد منهم السؤال الاول كتب لك اسئلة مهمة جدا السؤال الاول بيحكي لي الاستثمار الاستثمار هو تحويل رأس المال من شكله الاستثمار اني حول رأس المال من شكله النقدي الى الانتاجي الانتاجي الى الخدماتي الانتاجي الى النقدي الخدماتي الى النقدي اكيد الاستثمار هو تحويل رأس المال من شكله النقدي الى الانتاجي اذا بدكون الاجابة ايش؟ الف الاجابة الف تمام وحاولي تجاوب قبلي ما اجاوب انا قبل ما اجاوب انا السؤال الثاني بيحكيلي كل مما يلي من مصادر الاستثمار ركزلي على ما عدا كل مما يلي من مصادر الاستثمار ما عدا هلأ طلابي في الامتحانات السابقة الماضيات كله كان يجي ما عدا ما عدا ما عدا وبالتالي إحنا يا طلابي يا طلابي يا حبايب القلب بدنا نركز على ما عدا ما عدا يعني باستثناء يعني كل الإجابات الصحيحة بتكون موجودة ما عدا وحده كل مما يليه من مصادر الاستثمار ما عدا المدخرات الشخصية هاي أو طبعا من مصادر الاستثمار الاقتراض من البنوك من المصادر الاستثمار الاقتراض من الأصدقاء من مصادر الاستثمار المنح الخارجية هاي للدول مش للأشخاص وبالتالي المنح الخارجية مش من مصادر الاستثمار تمام تمام الروعة دائرة رقم ثلاث بحكي لي طبعا وزاري سابق العلاقة بين الدخل والادخار والاستثمار هي علاقة طبعا الدخل هو راتبك الادخار تحويشتك الاستثمار مشروعك هلا هونه بحكي لي شو العلاقة بين الدخل والادخار والاستثمار يعني اذا كان راتبك عالي تحويشتك ادخارك بكون عالي وبالتالي بفتح مشاريع اذا كان دخلك قليل ما في ادخار وبالتالي ما في مشاريع صحولي لا اذا العلاقة شو بدأ تكون عكسية طردية حقيقية وهمية اكيد العلاقة طردية اذا زاد بزيد المشاريع واذا نقص الدخل بتغلي المشاريع اذا العلاقة طردية تمام أربعة كل مما يلي يعتبر من مصادر الاستثمار ما عدا عفوا خلينا أعدلك هذا السؤال بس أعدلك إياه السؤال هذا كل مما يلي يعتبر من دوافع من إيش من دوافع من دوافع الاستثمار كل مما يلي يعتبر من دوافع الاستثمار ما عدا هذا أجل لموليد 2005 تكبيلي جديد يعني تمام تمام كل مما يلي يعتبر من دوافع من دوافع الاستثمار ما عدا تنمية المدخرات الشخصية هاي من الدوافع جني الثروات هاي من الدوافع تأمين الحياة مستقبلا من الدوافع وجني الثروات وزيادة الدخل خلنا اكتب لك هون وزيادة ايش وزيادة ها وزيادة الدخل هاي تعتبر من دوافع الاستثمار التطفيف والتوعية هاي مالهاش علاقة هاي مالهاش علاقة للنجابة دال تمام اذا اجل السؤال في الوزارة كل مما يلي يعتبر من دوافع الاستثمار ما عدا تنمية المدخرات الشخصية من الدوافع جني الثروات وزيادة الدخل من الدوافع تأمين الحياة مستقبلا من الدوافع التطفيف والتوعية هاي ما عداها مش منها تمام سؤال خمسة مهم بيحكيلي العصب الرئيسي لنمو اقتصاد اي دولة هو حكينا انه تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي العصب الرئيسي لنمو اقتصاد اي دولة وبالتالي اتخيل اردن بدون مثلا بدون بقالات بدون محلات خضرة بدون صيدليات بدون شركات بدون مؤسسات صغيرة الحجم بدون كوفي هاي تعتبر ايش هي العصب الرئيسي لنمو اقتصاد اي دولة ليش لانه رأس مال هاي المشاريع قليل وبتوفر فرص عمل وبالتالي ما يسألك العصب الرئيسي لنمو اقتصاد اي دولة بحكيله المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تمام تمام المشاريع الكبيرة لا المشاريع الضخمة لا جميع ما ذكر طبعا لا اللي هي المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تمام الروح ده رقم ستة بيحكي لي كل مما يلي يعتبر من مزايا يعتبر من مزايا وأهمية الاستثمار ما عدا بده باستثناء ما عدا طيب مزايا وأهمية الاستثمار واحد أو فوائد أو ممكن يجيب لك فوائد تمام زيادة الانتاج والانتاجية منها تعمين الحاجات الأساسية للمواطنين منها زيادة رأس المال أكيد منها تقليل الصادرات الخارجية طبعاً هاي ما عداها هي زيادة الصادرات الخارجية هي ايش بدل تقليل إذن زيادة الصادرات مش تقليل الصادرات إذن ما عدا دال طيب سؤال سبعة مهم البيئة المحيطة بالمشروعات الاستثمارية البيئة المحيطة بالمشروعات الانتاجية او الاستثمارية هل هو المجال الاستثماري غلط هل هو ادوات الاستثمار غلط هل هو الاستثمار غلط هل هو المناخ الاستثماري نعم البيئة هي عبارة مباشرة عن ايش عن المناخ الاستثماري الرو على دارة رقم ثمانية كل مما يلي من العوامل المؤثرة في المناخ الاستثماري ما عدا العوامل المؤثرة في المناخ الاستثمار طلابي ثمانية اللي هم الموقع الجغرافي المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية القوى الشرائية الجيدة والجرم الخفضة القوى العاملة والأيد الخبيرة النظام الضريبي النظام المصرفي والنظام الإداري هل هم بيحكي لي كل مما يلي من العوامل المؤثرة في المناخ الاستثماري ما عدا النظام الضريبي منها النظام المصرفي منها الموقع الجغرافي منها النظام التكنولوجي هاي ما لقاش علاقة إذا بدتكون الإجابة جيم تسعة كل مما يلي من الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية ما عدا وهذا متوقع طلابي 2006 تمام ما عدا هلأ البنوك الإسلامية كم بتقدم الخدمات إما عن طريق المشاركة إما عن طريق المضاربة إما عن طريق المرابحة إما عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك فهو بحكي له كل مما يلي من الخدمات تقدمها البنوك الإسلامية ما عدا المشاركة منها المضاربة منها الإيجار المنتهي بالتمليك منها الفائدة هاي لا الفائدة يا طلابي هاي البنوك التجارية الفائدة لمين للبنوك التجارية مش للبنوك الإسلامية تمام تمام الروح على دائرة رقم عشرة والأخيرة متوقع هذا متوقع 2006 وستة بحكيلي نوع من أنواع البيع يتم فيها بيع البضاعة بنفس سعر الشراء مضاف إليها ربح معلوم هل هي المشاركة طبعا غلط هل هي المضاربة طبعا غلط هل هي الإيجار المنتهي بالتمليك طبعا غلط هل هي المرابحة نعم هي دال المرابحة إذن تعريف المرابحة اللي خدمة بتقدمها البنوك الإسلامية إنه أنا مبيعك الشيء بنفس سعر الشراء اللي اشتريته أنا كبنك بس بضيف عليه ربح معلوم باتفاق بينه وبينك بتكون إيجاب وقبول بينه وبينك تمام تمام هيك أعطيتك عشر دوائر حبيبي الطالب طالبتي العزيزة الغالية الطلاب الفخمين عشر دوائر مهمين يعني على الدرس الأول والدرس الثاني إن شاء الله رح نطلع بسكتش ثاني نكتب فيه كبان عشر دوائر على الدرس الثاني وبالنهاية بحكي لك المقولي تبعتي أبو الحاج لديكم لخوف عليكم وأي استفسار طالبي أي استفسار عن المادة راسلني على الوطس على الرقم هات وإن شاء الله رب العالمين انحقق أنا وياكم بالنجاح والتفوق وطلابي إن شاء الله إن شاء الله ميتين من ميتين وفعلا فعلا طلابي في الثقافة المالية بحبكوا كثير وبتمنى لكم كل خير ويعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة